حياكم الله من جديد مشاهدين صباح الخير يا كويت رح نتكنوا إياكم اليوم في موضوع مهم جدا نتمنى أن عدد كبير من المشاهدين يعرفون أبعاد هذا الموضوع كثرت الأقاويل خلال الآوينة الأخيرة بشأن ما يعرف بالطب التلطيفي أو الرعاية التلطيفية التي تعد طبعا واحدة من مجالات الرعاية الطبية وهي طبعا تهتم بتخفيف معاناة المرضى ويعد الطب التلطيفي هو نهج مناسب للمرضى بمن فيهم الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الأمراض التي يمكن الشفاء منها وكذلك أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة وغيرها رح نتعرف أكثر على الطب التلطيفي وأهميته مع الدكتور أحمد عبدالوهاب العواضي مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان صباح الخير دكتور صبح شراء الله بالخير حياك الله صباح الخير وأصبح على أخواننا ومشاهدين تلفزيون الكويت حياك الله تقرير صغير ونرجع لهذا اللقاء رجعنا معكم مشاهدين مع الدكتور أحمد العواضي في الستيديو دكتور في البداية خلينا نعرف السادة المشاهدين ما هو العلاج التلطيفي وما أهميته بداية تأتي أهمية تشخيص أو تخصص العلاج التلطيفي على مستوى العالم ومنظر منها دولة الكويت أن عندنا بعض المرضى لمثل ما قال ما قال التقرير أن هناك أمراض مزمنة ونقول منها مرض السرطان كذلك وأمراض أخرى موجودة المريض يبدأ ببداية التشخيص ثم العلاج هناك فئة قليلة تحتاج في نهاية العلاج إلى رعاية خاصة رعاية تكون فليست فقط في أدوية تعطي ولكن مراعاة الناحية النفسية ليس فقط للمريض أختي لكن لأسرتها لأقرباءها للوصول إلى مراحل تلطيفية للمريض الكثير يشكي أنه بس المريض يعطوني أدوية أو لا يشرحون لي لا شك أن بعض المرضى اللي عندهم مرضى السرطان مثلا يعاني من جانب نفسي شبير والأكبر منه جانب الألم والحين حتى دول العالم والمؤسسات العالمية يعني تعطي حق الألم يعني دور كبير وأهمية كبيرة للاهتمام بهذه الجزئية تير رعاية تلطيفية لتشمل جميع الجوانب هذه سواء العلاجية الرعاية النفسية الألم وأمور أخرى متصلة ليس بالمريض مثل ما قلت لتشختي لكن بالمرض نفخر صراحة في دولة الكويت وزارة الصحة أنه عندنا ما أقول حتى بالشرق الأوسط لكن أكبر مركز في العالم مركز العاية التلطيفية وبتبرع كريم من أخوان وأهل الكويت الأفاضل لتبرع لـ 92 سرير مركز موجود في الكويت هناك إدارة مختصة فيه وأطباء متخصصين كويتيين بهذا التخصص لاستقبال مرضانا ومعالجتهم يأتي دورنا اليوم لأننا نقول أن مركز الكويت المكافحة السرطان في خمس مباني كما هو معروف للجميع يبدأ فيه التشخيص ويبدأ فيه العلاج أثبتت الفحوصات العالمية أو الأبحاث العالمية كذلك أن تدخل الرعاية التلطيفية للتخفيف من معاناة المريض سواء الألم أو النفسية أو العلاجية مع بداية التشخيص له أثر إيجابي طيب وبثروح الأمل والتفاؤل عند مرضانا يعني دكتور ما هي كمرحلة نهائية بعد الانتهاء من العلاج أول ما بدأ فيه على مستوى العالم شاف أن المرضى اللي يصل إلى مرحلة متقدمة ما نقدر نعطيه أكثر أدوية قوية مثل كيماوي أو غيرها يعني يحال إلى الرعاية التلطيفية الأبحاث مثل ما قلت لكي أختي يعني حتى فيها مرضى السرطان وغيرها أثبتت أن يجب إدخال الرعاية التلطيفية مع بداية التشخيص مما له من الأثر إيجابي وطيب حتى على العلاج فبالتالي الحمد لله بدأنا هذه الخطوة في مركز كوية المكافحة السرطان أساسينا ندخل هذه الجزئية مع مرضاننا في داخل المركز وحتى قبل ما يتحولون إلى مركز الرعاية التلطيفية واعتقد حتى الخدمة التي فيه أكثر من سفن ستار نعم دكتور طيب بصراحة من واقع ملامسك من خضعوا للرعاية التلطيفية هل فعلا نظرة المريضة تتغير حياة تتغير المحيطين فيها يتغيرون يتعامل مع واقع أو حالة المرضية بإيجابية بعد الرعاية التلطيفية على قراطم الميت كذب الغرطاس يعني أنا أدعوكم وأدعو جميع شاكلت على السؤال هذا وشي بداية لكن أدعو الجميع لزيارة المركز والالتقاء بالطباء والهيئة الطبية وكذلك بالمرضى راح تشوفون نظرة إيجابية جميلة تفاؤل أمل يعني راحة نفسية المريض يعطى له من الرعاية والاهتمام والأسرة كذلك ما قدر أنا أوصفها لتش لكن أثرة نشوفها على المرضى لما نزورهم لما الأخوان بالكادر الطبي المؤهل صراحة واللي نفخر فيه من كوادر كويتية متخصصة تهتم بهذا الجانب صراحة أعتقد إن شاء الله نشوف إيجابياتها على أسر المرضى مما تواصلنا مع مرضاننا أو مع الأخوان أو الأطباء والطبيبات في المركز نشوف أثر إيجابي جدا 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 طيب ونحن بدأنا نحيل لهم مرضاننا اللي حتى على العلاج يعني قبل الله يوصل إلى مرحلة الطيفية عندنا كذلك نحن بالمركز الكويتة المكافحة السرطان عيادة الألم عندنا بدأنا ندش بهذا التخصص هو المريض يتلقى العلاج عندنا وهو ما بيقول بس لعاية مرضى السرطان لكن في مرضى مزمنين مثل الأم أس أو اللي عندهم مشكلة مزمنة في ضعف عضلة القلب وكذا يعني ممكن يتلقوا مثل هذا العلاج التلطيفي نعم تازل طيب دكتورنا بنعرف العدد التقريبي للمرضى الذين يخضعون للرعاية التلطيفية وحضرتك يمكن قبل الهواء كنا نسول قلت لي أنه ممكن نحن نروح لغاية بيتها أو حتى الرعاية التلطيفية تشمل ممكن حتى الأسرة علشان يتقبلون وضعه احنا في مركز الكويت المكافحة السرطان سنويا تقريبا نشخص ألفين حالة يفترض أن نبدأ بتقديم هذه الرعاية التلطيفية لهذه الألفين حالة لكن لا شك أنه ممكن هالألفين حالة يحتاجون في مراحل مبدئية للمرض في النهاية بعد إحالتهم إلى مركز زرعات التلطيفية يمكن هو محدود بـ 92 سرير أعتقد الحين يمكن الطاقة الاستيعابية للتشغيلية تقريبا يقارب 40 سرير لشغلوهم وفي سبيلهم إلى التوسع عشان شذي يمكننا الألفين هذول نستقطبهم ممكنهم نايمين عندنا لكن يونعيادة القارجية فنبدأ بالرعاية التلطيفية وإدخال هذا التخصص من سواء لمعالجة الألم الألم يعني ما تتخيلين أختي إحنا بسيطين لو واحد صبعة مثلا تقزة إبرة صغيرة شوف الألم شي سوي فيه أو يعني يغير مزاجها فما ظالت في المرضى التي تلقون مثل هذا العلاج أعتقد أن الجانب العلاجي والألم والنفسي كذلك أختي الكريمة وايد له دور المرض المزمن يأثر على الأسرة يأثر على الزوجة الأب والأم يأثر على الأبناء أمانة نعم وإحنا قاعد نشوفها يوميا التخصص هذا يولي الاهتمام حق الأسرة يساعد الأسرة شلون يعني يتعاملون مع مريضهم قلت لك مرات حتى التفاؤل مرات يقل الأمل مرات قد يعني هم بعد يفقد الإنسان نعم لكن التخصص هذا يبث روح الأمل التفاؤل مقاومة المرض شلون أنا أقدر أصارع المرض شلون أنا أقاومه وكذلك الأمل بالله شبير وإحنا قاعد نشوف حالات قاعد تتحسن وقاعد يعني سبحان الله تستجيب للعلاج بعضهم حتى بدون الرعاية التلطيفية ما يتقبل علاج وإحنا شفناها صراحة أختي اللي عنده قابلية للتفاؤل والأمل ويعني دحض المرض يستجيب للعلاج أكيد ويشفى أكيد وبعضهم اللي يكون عنده شوي نوع من مفروض إحنا ما ينائس كمسلمين لكن ظل البشر بشر يعني لازم يصعد وينزل في النفسية عشان شدي دورنا كمركز وكأطباء وكتخصص كذلك في مركز العاية التلطيفية لدعم مثل هذا النوع من التخصص فرح نشكر لقيادين في وزارة الصحة وأهل الكويت الكراماء مع الجمعية وهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أنا ما نسيت أقولها ومكان لهم كذلك دور كبير في هذا التبرع الجميل في هذا المركز لو تزورونا بالحدائق اللي فيه بالممرات بالخدمة الفندقية اللي فيه بالإضافة لا شك إلى رعاية الطبية المهمة لها أعتقد شيء جميل أنا صراحة بلد خير وأهل خير مغرب عليهم صاد دكتور نتكلم عن موضوع الدورة الإقليمية الرابعة لتدريب المدربين في مجال الرعاية التلطيفية وشنو أهم الأهداف اللي رصدتها هذه الدورة لما كان هذا التخصص قليل ونادر حتى لما بدت أوروبا وأمريكا الشمالية دول في مراكز تخصصية عالمية بدت في بعض الأسرة بمثل بالجناح يحط أربعة سرة خمسة سرة بعدين تخصصوا جناح كامل يصل حد إلى 15 إلى 20 سرير مفهوم التخصص هذا حتى ما كان غايب عند بعض الأطباء عندنا في وزارة الصحة حتى على مستوى العالم يعني يقارنا في مفهوم آخر قد يصل لنا والله المريض هذا ما عنده علاج أو رح يتوفى نعم بدأنا نقيم هذه الدورات التخصصية ندرب أول شيء طبائنا والهيئة التمريضية والهيئة الطبية ثم ندرب المدربين ويعني صراحة مع التعاون مع منظمة الصحة العالمية هذه الدورة الرابعة دول مجلس التعاون مشاركة دول كثيرة معانا في هذا التخصص من مصر والسودان وموريتانيا والمغرب كلهم يوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب المدربين على السنة الرابعة على التوالي أساس نرتقي بالخدمة ليس في دولة الكويت فقط لكن في الدول المحيطة دولة متستعاون والدول الأخرى إن شارت تصلون إلى هذا الهدف ونحن نشكر جزيلا شكر دكتور أحمد عبدالوهاب العوضي مدير مركز الكويت لمكافحات السرطان راح نروح وياكم مشاهدين إلى لعبة كويتية شعبية قديمة تتسم بالبساطة لكنها تعتمد على مهارة بدنية وذهنية وتفكير وذكاء التيلة من يذكرها؟ ومن وما زال يلعبها؟ كانت تستهوي الكبار والصغار معا خلينا نشوف هذا التقرير عن لتيين